من أجل مواجهة قرارات ترامب ضدهم بدأ مسلمول ولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا بالتوجه نحو عالم السياسة بعد أن كانوا يقفون على الحياد إزاء السياسات العنصرية التي تمارسها إدارة ترامب ضدهم ومنها حظر دخول مواطني عدة دول إسلامية إلى أمريكا ووصفهم بالإرهابيين ممارسات دفعت الأقلية المسلمة الأمريكية إلى المشاركة في الحياة السياسية واعتبروا أن ذلك هو الطريق الأمثل لإعلاء صوت المسلمين في مواجهة عنصرية ترامب على لسان من حضروا إلى هذا المكان في مدينة نيويورك لدعم المرشحة عن حزب العمال لمنصب المدعي العام في المدينة تيش جيمس مسؤول منظمة تقوية المسلمين الأمريكيين ناجي المنتصر قال إن السياسات ترامب أيقظت المسلمي أمريكا من سباتهم ودفعتهم إلى التحرك باتجاه الحياة السياسية إن الشخص الجالس في البيت الأبيض يريد العودة بالولايات المتحدة إلى ما قبل مئة عام ولا يريد إبقاء أي لاجئ في البلاد لقد سجل الآلاف أسماءهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النصفية المقبلة المسألة أصبحت مصيرية بالنسبة لهم وتظهر الأبحاث الأمريكية أن أكثر من تسعين أمريكيا مسلما أغلبهم من الديمقراطيين يستعدون للمشاركة في انتخابات الكونغرس النصفية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الثاني المقبل العدد المذكور من المرشحين هو الأعلى من نوعه منذ أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001 ترجمة نانسي قنقر